تعلن كليات بيت لحم الكتاب المقدس عن تنظيم دورة في اللغة الإنكليزية مستوى مبتدى وتوسط وذلك ابتداء من 16.05 ولغاية 4.07.2017 ثلاثة أيام في الأسبوع سيكون في مبنى كليات بيت لحم الكتاب المقدس عمارة بشارعود الدورة ستكون بإشراف المعلمة دي لويس ونظراً لأن الدورة تتزامن مع شهر رمضان الكريم سيتم تحديد مواعيد الدورة والأيام بالاتفاق مع المعلمة والطلاب في أول لقاء لهم والذي سيكون يوم الثلاثاء 16.05.2017 الساعة الرابعة والنصف مساء تكلفة الدورة هي 300 شكل تشمل المادة التدريبية وشهادة الحضور للتسجيل الرجاء التوجه إلى مقر الكلية في موعد أقصى 11.05.2017 وسيكون موعد التقدم لامتحان المستوى يوم الجمعة الموافق 12.05 الساعة العاشرة صباحا للاستفسار الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-1190 أو الحضور شخصيا إلى الكلية خلال أوقات الدوام من 8 صباحا إلى الثالث عصرا من يوم الاثنين وإلى يوم الجمعة السريان لا يزالون موجودين وبقوة كلية بيت لحم الكتاب المقدس معروفة بالتنوع فالطلاب والموظفون والمتطوعون يأتون من خلفيات مختلفة وطوائف مختلفة وحتى جماعات عرقية مختلفة واحدة من المجموعات العرقية الصغيرة التي توجد بقوة في كلية بيت لحم الكتاب المقدس هي السريانية فلدينا سبعة موظفين وثلاثة طلاب وواحد منهم هو كهل الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في بيت لحم الأب بوتروس نعمة قمت بمقابلة الأب بوتروس وسألت عن التاريخ السرياني والثقافة واللغة والإبادة الجماعية والهجرة والوجود السرياني في فلسطين فانهم السريان السريان هم الأراميون الذين يرتبطون بأرام وهو الإبن الخامس لسام ابن نوح عاش الأراميون في بلاد ما بين النهرين بالقرب من نهر الفراد إذ كانوا مملكة أرامية وثنية وتحولوا إلى المسيحية في القرنين الأول والثاني بعد ذلك تأسست الكنيسة الأنطاقية في أنطاقيا من قبل الرسول بولوس في عام 37 ميلادي ومعد أن أصبحوا مسيحيين أطلقوا على أنفسهم اسم السريان امتدانا لسوريا العظيمة في ذلك الوقت ما يميز السريان هي لغتهم قد كتبت بعض الكتب في الكتاب المقدس باللغة الأرامية وهذا يدل على الوجود الحقيقي للسريان في الشرق الأوسط وخاصة في الأرض المقدسة قد تكلم يسوع الأرامية والتي كانت العبرية المنطوقة في ذلك الوقت قد كان السريان صلة بين الشرق والغرب من خلال ترجمة العديد من الكتب الأرامية واليونانية إلى العربية وبالعكس الإبادة الجمعية السريانية على مر العصور كان هناك اضطهاد ضد المسيحيين السريان بسبب إيمانهم إذا لم يكن للسريان دولتهم الخاصة لحمايتهم وحماية حقوقهم بل كان لهم ممالكة أرامية ولكن بعد المسيحية تلاشت هذه الممالك بعيدا فعلى سبيل المثال كان لدى كل من الكاثوليك واليونانيين والأرمن ولاياتهم أو إمبراطورياتهم الخاصة التي حملت أحمتهم خلال أوقات الاضطهاد ولكن لم يكن للسريان هذا النوع من الكيانات لحمايتهم مما أدى إلى عدم قدرتهم على درء الاضطهاد عند حدوثه كانت واحدة من أكبر المجاسر التي وثقت في التاريخ تلك التي حدثت من قبل الإمبراطورية العثمانية والتي بلغت ذروتها في عام 1915 والمعروفة أيضا باسم سيفو وهي كلمة سريانية عن السيف وهذا يدل على السلاح الذي كان يستخدم في عملية القتل المنهج العثماني للسريان وحيث لا توجد أحساءات دقيقة عن العدد الإجمال للضحايا يقدر العلماء عدد الضحايا السريان بين 250 إلى 500 ألف شخص لقد فقد السريان أراضيهم وأديارهم في تركيا إذ كانت هذه المذابح سببا رئيسيا في تفريقهم حول العالم السريان في فلسطين السريان في فلسطين هم من الجزء الجنوبي في تركيا جاء أسلافهم هنا قبل حوالي 100 عام ولكن كان هناك سريان في الأرض قبل ذلك ويوجد الدليل على ذلك في دير القديس مرقص في القدس اكتشف علماء الأثار خزفا حجريا في هذه الكنيسة يعود للقرن السادس والذي احتوى كتابة أرامية تفيد أن المكان كان بيت يحنى الملقب بمرقص ابن مريم حيث تناول يسوع تلميذه العشاء الأخير وهذا يعني أن هذه الكنيسة تنتمي إلى السريان الأراميين في عام 1922 جاء المزيد من السريان إلى الأراد المقدسة وأنشأوا كنيسة سريانية صغيرة بينما ما زالوا يأملون بالعودة إلى وطنهم ومع علمهم بصعوبة العودة قاموا بشراء الأرض وأنشأوا عليها الكنيسة السريانية الحالية في عام 1926 وحتى اليوم ما زال السريان يصلون في هذه الكنيسة ويعوشون في هذه الأرض كجزء منها في بيت الأحم يوجد حوالي 1200 سرياني كما يوجد هناك أيضا عدد قليل من السريان في القدس وأريحة والناصرة وإجمالا يصل عدد السريان في الأراد المقدسة إلى 1500 شخص ويعتبر السريان وجودهم في الأرض مقدسة نعمة لهم على الرغم أنهم لن ينسوا أبدا جذورهم وثقافتهم وتراثهم وأسلافهم الذين ضحوا بدمائهم من أجل إيمانهم وهم فخورون بذلك وهم أيضا فخورون بأنهم يتقاسمون نفس اللغة التي تكلم بها يسوع نفسه وهي لغة أصيلة وجميلة وقديمة والسريان هم حراس التراث القديم جدا وهم يرون هذا نعمة أحياء اللغة في عام 2003 أسس رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية السريانية مدرسة في بيت جالة تدعى مدرسة سانت أفرام وهم يدرسون لغة السريانية في هذه المدرسة للسريان وغير السريان إذ يعلمونهم مبادئ اللغة بما في ذلك الأبجدية والنحو وترنيم العبادة السريانية بالإضافة إلى العمل التقليدي للكنيسة ومجموعات الشباب فهم يقومون بخطوة أخرى إلى الأمام بالتأكد من توفير دورات اللغة السريانية العلم السرياني وإضافة إلى كل ذلك يتمثل الحب السرياني في عالمهم والذي يحتوي العديد من الرموز فيه فعلى سبيل المثال يرمز الأحمر إلى دم يسوع المسيح ودماء الشهداء السريان الذين ماتوا بسبب إيمانهم ويرمز الأصفر إلى الضوء واللهب إلى الروح القدس بينما ترمز النجوم الأربعة إلى الممالك الأرامية الأربعة الانتماء العرقي لا يمكن للسريان الذين يعيشون في فلسطين أن ينكروا العرق السرياني فهو دمهم وتراثهم وثقافتهم وعلوة على ذلك فهم لا ينكرون أنهم فلسطينيون فقد عاشوا حياتهم كلها في فلسطين هم يحبون ذلك وهم ينتمون لها لأنهم ولدوا وترعرعوا فيها أما بالنسبة لأراضيهم الأصلية في جنوب تركيا وعلى الرغم من عدم وجود صلة فعلية مباشرة معها فإن هذا الانتماء هو عاطفي أكثر من كونه مادي وهم لا يفصلون جنسيتهم الفلسطينية عن السريانية أو العكس وكلهما يعملوا جنبا إلى جنب كخط متوازي لا يعبر أو ينفصل لا يزال السريان يحلمون بأن يكون لهم دولتهم لأنهم لا يزالون يمتلكون الكثير من الممتلكات المفقودة مثل الأديرة والكنائس والمنازل في تركيا والتي قد أخذت من قبل الحكومة التركية والشعب ولن يدافع أحد عن هذه الممتلكات ما لم تكن هناك دولة وحكومة وبالإضافة إلى ذلك فإن وجود دولة يعزز وجود الشعب أما عن السريان في كليت بيت لحمل الكتاب المقدس وكما ذكرت من قبل لدينا سبعة موظفين وثلاثة طلاب سريان أريش هي مسؤولة التنمية في كليت بيت لحمل الكتاب المقدس كان جدها ما يزال طفلا عندما جاء إلى فلسطين وهي أيضا لا تستطيع أن تفصل بين الهوية السريانية وهويتها الفلسطينية فكلهما له نفس الأهمية في حياتها وكلهما قد شكل شخصيتها كل من والديها هما سريان ويتحدثان الأرامية هي لا ترى نفسها كعربية ولكن ذلك لا يلغي خويتها الفلسطينية فهي تؤمن بالقضية الفلسطينية وتتحدث في مؤتمرات للسلام وتدافع عن حقوق الفلسطينيين في أرضهم وفي الوقت الحاضر أصبحت أكثر اهتماما بالتاريخ السرياني وهي تقوم بدراسته أكثر وأكثر ولدت رزان وهي مساعدة العميد الأكاديمي في كليت بيت لحم لكتاب المقدس في بيت لحم حيث قد هرب جدها من تركيا وجاء إلى بيت لحم وهي تقدم نفسها على أنها مسيحية سريانية فلسطينية عربية وهي ترى فلسطين وطنها ولدها سرياني لكن ولدتها ليست كذلك وتكلم ولدها ويقرأ ويكتب الأرامية ولكن هي ترى الهوية السريانية هوية مجروحة بلا وطن كما هو لشرف أن نرى أنه بعد مئة سنة على مغادرتهم لا يزال السريان قائمين وبقوة ويواصلون المحافظة على لغتهم وثقافتهم ووجودهم هم يحافظون على كل ذلك دون أن ينفصلوا عن الهوية الفلسطينية هؤلاء شعب فخورون بماضيهم وتاريخهم وهم يرون الألم والإضطهاد الذي وجهه أسلافهم كتاج شرف سوف يروثونه للأجيال القادمة حب فعضل الجدار يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية الكثير من التحديات إذا ما تزوجوا من شخص من خارج الضفة الغربية إذا كان الزوج عربي من سكان القدس الشرقية أو مواطن إسرائيلي أو أجنبي فهو أو هي سيواجهون قدرا كبيرا من التوتر في محاولتهم للعيش في فلسطين ليس فقط بسبب التوترات السياسية ولكن أيضا بسبب التعقيد القانوني وعدم اليقين حول الكثير من الأشياء يعتقد كثير من الناس أن المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية هي بين دولتين لديهما حقوق وسلطة متساوية ولكن الواقع هو أن الضفة الغربية هي تحت احتلال عسكري فإسرائيل وليس فلسطين هي التي لديها السيطرة الكاملة على من يسمح له بالدخول والخروج من الضفة الغربية وفي بيت لحم مثل العديد من الأماكن الأخرى في فلسطين هناك العديد من الأزواج الشجعان الذين يقاتلون من أجل الحصول على حياة حرة وكريمة يعرف السكان المحليين في الضفة الغربية أن العقبات التي تضعها إسرائيل تستخدم للتقليل من عدد السكان الفلسطينيين فإذا كانت الحياة صعبة جدا بالنسبة للأجانب الذين يعيشون مع الفلسطينيين كلهما سوف يغادر ولكن ليس هذا الثناء الشجع هذه مقابلة مع زوجة فلسطيني وهو مواطن بيت لحم وعضو هيئة تدريس في كليت بت لحم الكتاب المقدس صديقتي والتي سأضطر لحجب اسمها لأسباب أمنية هي امرأة جميلة وذكية من أصل إسباني ويشرفني جدا بأن أدوها صديقتي كان يا مكان في لندن كان حبا من نظرة الأولى عبر رف الكتب اجتمع أبطالنا في المكتبة كطلاب دوليين في نفس الكلية المسيحية في لندن وقعوا في الحب وتزوجوا في عام 2015 وانتقلوا إلى فلسطين بعد بضعة أسابيع عندما سألتها لماذا قررت أن تعيشوا في فلسطين بدلا من بلدها في أمريكا اللاتينية قالت على الرغم أن كلانا قد حصلنا على فرص العمل في لندن فقد شعرنا بأنها لم تكن دعوة الله لنا لقد عدد زوجي أن يقول إذ تزوجتي مني فأنت تتزوجين من فلسطين وهكذا تزوجت فلسطين معه وبعيون مليئة بالدموع أضافت والدي يدعوني رعوث اللاتينية لأنني اتبعت خطاها عندما جاءت إلى بيت لحم ووعدت نعمي قائلة إلهك هو إلهي وشعبك هو شعبي هل كان من السهل أن تأتي إلى منطقة نزاع وبدء حياة جديدة؟ بالطبع لا كفلسطينية أنا أعلم بشكل مباشر بأن النفوس القوية والشجاعة فقط هي التي تستحق فلسطين كنت عارف أنها ستكون حياة صعبة بسبب الصراع في فلسطين ولكن لم يكن لدي أي فكرة بأن القانون ظالم جدا هكذا فالحكومة الفلسطينية تملك سلطة قليلة جدا وفي حن أنهم يعترفون بزواجي من زوجي فهم لم يستطيعوا أن يقوموا بأي شيء على الحدود فاسرائيل تسيطر على دخولي وخروجي إذ لديهم ذلك القانون الذي يجب فيه عليك من أجل الحصول على تأشيرة السفر أن تغادر البلد مرة كل سنتين لدي صديقة قيلة لها في أحد المرات من قبل ضابط في الحدود بأن تأشيرة السفر خاصتها لا تأذن لها بالعيش مع زوجها وإنما فقط بزيارته لم يسبق لي أن عشت في مجتمع لا تعرف فيه ما الذي سوف يحدث لك على عكس الأجانب الذين يتزوجون من يهود إسرائيليين لا يوجد هناك نقطة مرجعية قانونية مثل المتينة ليعود إليها أولائك الذين يتزوجون من فلسطينيين ضفة الغربية على سبيل المثال إذا تزوج يهودي إسرائيلي شخصا من بلد آخر يعطى الزوج على الفور امتيازات للعيش في القدس أو في أي مكان من في إسرائيل فلديهم قوانين تحميهم ولديهم السبل المناسبة في المكان المناسب لتقديم طلب والحصول على المواطنة ولكن لا يوجد شيء مماثل كتأشيرة سفر للزوج أو الزوجة الفلسطينيين في الضفة الغربية إذ يتم التعرف على زوجات الفلسطينيين فقط من خلال تأشيرة سفر سائح أو متطوع أو طالب والتي يجب تجديدها باستمرار في كل مرة يقدم الزوجة أو الزوجة طلباً لتجديد تأشيرة السفر يجب أن يدفع للحكومة الإسرائيلية مبلغ 300 شكل على الرغم من أنهم لا يعرفون للكم من الوقت سوف تملح لهم أحياناً تملح لهم لمدة ثلاثة أو ستة أشهر وحياناً أخرى يمنحون سنة واحدة وحياناً عشر أيام فقط ما يجعل التخطيط لحياة معاً في فلسطين أمراً صعباً للغاية الدخول والخروج من الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل أيضاً يترك الأزواج الأجانب تحت رحمة الجندي أو ضابط حرس الحدود ووكيل جمارك الذي يوجهونه لا يعرف الأزواج الأجانب أبداً ماذا يتوقعون ولكن مثل جميع الفلسطينيين يمكنهم فقط أن يصلوا لأن يكون لقاؤهم مع مسؤول إسرائيلي ذو مزاج جيد بالإضافة إلى ذلك يفرض القانون الإسرائيلي على أزواج الفلسطينيين عدم العمل في فلسطين وأكثر الأحيان هم ينحصرون في الضفة الغربية ومع وجود استثناءات قليلة فهم لا يسمح لهم بدخول إسرائيلي كما لا يسمح لهم بزيارة دول أخرى دون أن يفقدوا تأشيراتهم التي تعبوا من أجل الحصول عليها عند أضافة هذه العوامل إلى التوترات التي يواجهها جميع الذين يعيشون هنا بالفعل فمن السهل أن نرى لماذا يتخل الكثير من هؤلاء الأزواج في نهاية المطاف عن فلسطين إلى مكان آخر وعادة ما تكون الزوجة الأجنبية هي التي لا تستطيع تحمل الوضع الجديد لها كشخص من الدرجة الثانية وقالت عندما تتزوج أجنبية من فلسطيني فهي لا تملك شيئا إذ لا يوجد موقع ألكتروني يمكن أن أتفقده لأرى ما الذي أنا في حاجة إليه من أجل تقديم طلب للحصول للأقامة الجنسية ليس هناك وفأة في العالم لزوجات الفلسطينيين كيف يمكن لأي شخص أن يقبل عنتي بخاطر هذا النوع من الحياة لدر عثتنا اللاتينية إجابتها الخاصة فتقول نحن بخير معدم اليقين لأننا نعيش بالإيمان وليس بالعيان ولكن في حالتي كان من الصعب علي بشكل خاص أن أأتي هنا لأنني كنت أعرف أنني إذا جاءت فقط لن أكون قادرة على مغادرة البلاد وأنا أحب السفر وقد اعتدت أن أسافر كثيرا حول التكيف مع ثقافة جديدة علقت قائلة ليس من السهل أن تتزوج فلسطينيا وتعيش هنا في ظل الاحتلال كثيرا ما أفكر في كتاب بعنوان الحب في زمن الكوليرا لجابرييل جارسية مركز يمكن تسمية قصة حبي مع زوجي حب في ظل الجدار هي لم تأخذ بعين الأتبار القدوم مع زوجها ولكن حينها قال لي أبي حسنا عليك أن تكوني مثل يسوع في بيت لحم فهو قد ترك كل امتيازاته في السماء وجسد نفسه كإنسان حقيقي وقال لي أنني يجب أن أتبع يسوع بنفس الطريقة إذ كان ذلك يعني فقدان امتيازات سفري حتى استطيع أن أفعل ما فعله مخلصنا فهذه هي أفضل وسيلة يمكنني فيها تجديد يسوع لهذا السبب هي لم تسافر أبدا عبر مطار بنغوريون في تلبيب حيث لا يسمح للفلسطينيين السفر من بنغوريون والذي يبعد فقط ساعة واحدة عن بيت لحم ولكنهم ملزمين بالسفر عن طريق عمان الأردن ويمكن لهذا النوع من السفر الغير مريح والمكلف أن يستغرق يوما بأكمله حيث يتوجب عليك المرور عبر الحدود الفلسطينية والإسرائيلية والأردنية قررنا أنا وزوجي بأن نسلك نفس الطريق معا وبأن لا نذهب عن طريق إسرائيل فليست هذه طريقة يسوع بنأخذ المزيد من الامتيازات وذلك ببساطة لأنني أجنبية الرجاء وسط الصراع وللرغم من هذه التحديات فهما ينويان تربية أولادهم في فلسطين أرض الصراع التي لا تتزال مفعمة بالأمل والحياة هما يريدان لأبنائهم أن يكبروا في مكان حيث يكون لديهم معين بالظلم والنضال فتقول نحن لا نريد فقط أن نعيش حياة سهلة من أجل أطفالنا فأنا أعتقد أنك تربي إنسانا أفضل في الصراعات الصراع هنا يجعلنا فقط أكثر تصميما على البقاء بالنسبة لنا البقاء هو مقاومة نحن لا نؤمن بالعنف بل نؤمن بالمقاومة اللاعنفية واعتقد بأن مجرد حقيقة بقائنا هنا مهما حاولت إسرائيل أن تجعلها صعبة من نسبة لنا تجعلنا منتصرين نحن سوف نلد أطفالا هنا وسوف نحيا حياة سعيدة هنا نحن نعتقد أن الله سيفتح طريقا هناك شيء جميل جدا حول إبقاء السكان المسيحيين في بيت لحم ليس فقط على قيد الحياة ولكن مزدهرين أن تكون جزءا من ذلك هو شيء مهم جدا بالنسبة لنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر